فارع 12 ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا صحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليز مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزيون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليأوس كفور ولئن أذقناه النعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا عملوا صالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تار بعد ما يوحى إليك وطائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استتعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله أن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها وفي لهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخصون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوب شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تقو في مرية منه إنه الحق من ربك ولكننات والنات لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يسقطون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضعفوا لهم العذاب وما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يمصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا إلى ربهم أولئك صحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستبيان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم ألم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نغاك إلا بشرا مثلنا وما نغاك اتبعك إلا الذين هم أراضلنا باديا رأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي بآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجريا إلا على الله وما أنا بتعارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربي ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن ترادتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغيكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتغيته فعلي إجرامي وأنا بري مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا ترتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا وبحينا ولا تقاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه السخروا من قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا فارتنا النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال الكبو فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزلية بني ركم معنا ولا تكم مع الكافرين قال سآبي إلى جبلي عصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن بعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح حبد بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت بلى قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هدى قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجريا إلا على الذي فطرني فلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتبلوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعد آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهد أني بري مما تشركون من دونه فكيتون جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آقذ من آسيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تبلوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جاحدوا بآيات ربهم وعسوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إنا عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى تموداخهم صالحا قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم رأيتم إن كنت على بينة من رب ماتان منه وحمة فمن ينصرني من الله إن أعصيته فما تزيدونني غير التخسير يا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام من ذلك بعد غير مكتوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن قزي يوم إذ إن ربك هو القبيل العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا للثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلامة قال سلام فما لبذا جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصلوا إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم نوت فامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا بيلتا أألد وأنا عجوث وهذا بعلي الشيخ إن هذا لشيء عجيب قالوا وتعجبنا من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الرور وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوت إن إبراهيم لحليم أو باه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوت فمسيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يغرعون إليه ومن قبل كانوا يعولون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هم أتهروا لكم فاتقوا الله ولا تغزون فيه ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت مالنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آبي إلى ربن شديد قالوا يا لوت وإننا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفد منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما صوابهم إن موعدهم الصبح وليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجارة من سجيل منذود مصومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبة قالوا يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إن يراكم بخير وإني خاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخصوا الناس أشياءهم ولا تعتوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أسخلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أنبالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم رأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا لسلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يسربكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح فما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا غبكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنغاق فينا ضعيفا ولولا رهتك لغجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهتي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحد فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدينة كما بعد الثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدروا قومه يوم القيامة فأورده النار وبئس البرد المورود وأتبعوا في هذه لعنة يوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرآن قصه عليك منها قائم وحسيد وما ظلمناه ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنط عنهم آلهته التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير التطبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرآن وهي ظالمة إن أخذه وليم شديد إن في ذلك لا يتلم القاء عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعيدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوب فلا تكو في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لا موفوهم نصيبهم غير منقوس ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منهم ريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار وما لكم من دون الله من أولياء أكملات صغرون وأقم صنات طرفين هارب زلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكوان للذاكرين واصبر فإن الله لا يديع وجو المحسنين فلولا كان من القرون من قبل أولو بقية ينهون عن الفساد في رضي إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أطرفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلق القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لا جعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وقلنا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فوادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكوان المؤمنين وقل للذين لا يؤمنون أعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السمامات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فعبنه وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف اليبيه يا أبت إني رأيت واحد عشر كوببا والشمس والقمر رأيتم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأميل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل عقوب كما تمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أبطرحوه أرضا يخلو لكم وجهو أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعد السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرطع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزوني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباه عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلبة قال يا بشرى هذا أبنا وأصره بداعة والله عليهم لما يعملون وشروه بثمن بخص دراهم معدودا وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لمغاته أكرمي متواه عساء ينفعنا أو نتقذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأبيل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراغدته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أرأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دور والفيا السيدها لدى الباب قالت ما جزاه من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي رابدتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه القد من قول فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دور فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه القد من دور قال إنه من كيدكم إن كيدكم عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفر لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال النسوة في المدينة امرأة العزيز ترابد فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنغاه في طلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأه وآتت كل واحدة منهن سكينا منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعنا عيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد رابته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأه الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعسر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئن بتأبيلهن نراك من المحسنين قال لا يأتكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأبيله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني طرفت ملة قوم الله يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا نشرق بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكتب الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا اسمان سميتمها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكتب الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيستهي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منه مذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبذا في السجن بدع سنين وقال الملك إني يرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سمبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملو أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا ألغاف أحلام وما نحن بتأبيل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأبيله فارسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجعوا إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك اتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بالمسوة التي قطعنا أيديهم إن ربي بكيدهن أعليم قال ما خطبكم إذ رابدتم يوسف عن نفسي قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا رابدته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أقنه بالغيب وأن الله لا يهديه قيد القائمين صدق الله العظيم روحاني تعلیمات تلاوت قرآن کریم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور درس تصوف سیدنا امام مہدی سرکار گوھر شاہی کا فیضان نظر نمائندہ گوھر شاہی سیدی یونسل گوھر کی آواز میں اور ویڈیو کی صورت میں میڈیا پر موجود ہے سرچ کریں الرا ٹی وی یوٹیوب فیس بوک انسٹراغرام روزانہ یوکے کے ٹائم کے مطابق رات ٹین تھرٹی کے بعد سیدی یونسل گوھر خطاب فرماتے ہیں آپ کے سوالات کے جوابات بھی انعائق فرماتے ہیں اگر آپ کو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ محبت استوار کرنا ہو اپنا ایمان کو درست کرنا ہو چلات مستقیم کی خواہش ہو رب کے عشق کی خواہش ہو تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ الرا ٹی وی پر ہونے والے اس بیان سے مستفید ہوں السلام علیکم